اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصلا لا يعلم قبر نبي من الانبياء ابد الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يقول هذا قبر ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا قبر فلان وهذا هذا كله كذب حتى لو عرفنا ان هذا قبر النبي من الانبياء عليه الصلاة والسلام ماذا نصر؟ نتوسط لا افراق ولا تفريد اما بناء المساجد عليها وكذا ننظر للمتعدد الاول كان القبر وبناء المسجد نهدم المسجد اتلاه نعم لمسرحة الثالث عبادة الله لكن عند القبور الاصل في القبور ان تكون خارج البنياء يعني بعيدة عن البنياء لماذا؟ حتى لا تكون ذريعا الشيء البقيع هذا الذي تراه الان في المدينة وقريب كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج البنياء حتى في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الطهر حتى يذهب الذهج الى البقيع يعني بعيد وقال انه في الحديث جاء ان الذي يأكل ثمه وسط ينفى الى البقيع فالاصل في القبور ان تكون خارج البنياء الاصل في القبور انه لا يصنع عندها شيء من الورد والاشياء والضلال والقبر والرايات ولا النصابيه نعم لا يصنع عنده شيء حتى السور حتى السور يقول الشيخ بن عزيمة رحمه انه ما يظنى سور حول القبور الا عنده ضرورة نبني سور من سياج حديده حتى لانه هناك من يتعدى على قبور هذا الواجب هذا الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه فتنة الناس بالقبور اشد من الفتنة بالاصناح القبور القبور في كل مكان والاصناح قد تجدها وقد لا تجدها فالواجب اذا كان عند انسان صنع ماذا يصنع فيه يكسر طيب الا تدعى صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سوى كيف نسوى القبور يسلم القبور يختفع مقدار شذر يوضع عليه حجر وحجرين اما هذا الذي تراه في بعض البلدان هدان الله اياهم من وضع الكتابات والرايات والشهيد والمرحوم فلان ابن فلان اسكنه الله فسح جناتي وكذا هل صنع السلف هذا لا لو اوصل ميت بوصيح وقال تكتب على قبري سورة الفاتحة وملعون الذي لا ينفذ هذا الوصيح لا طاعة للمخلوق لمعسس الخالق والحمد لله رب العالمين ونحلل اشكال صح اجلس نعم عند زيارة القبر ينقسم على الثلاث الله افتح عليك زيارة القبور اما زيارة شرعية او زيارة بدعية او زيارة شركية فالزيارة الشرعية ان لا يشد اليها الرحل يعني ما يسافر والثاني ان يقصد بهذه الزيارة تذكر الدار الاخر وان ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والرابع ان لا يأتي بما خلف الشريعة فانما بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات فهذه الزيارة بدعية وانه بهذه الزيارة دعاء الأموات والتقرر والشفاعة والذبح لهم زيارة شركية فتح الله عليك نعم أخاذنا ما تعلق بالشفاعة المثبتة والمنفية وأن الشفاعة حق لله قوم نوح فعلوا ثلاثة أشياء أقوم نوح عليه الصلاة والسلام فعلوا أشياء ثلاثة صوروا وهذا في مضرة وجود التماثيل والحكمة في إزالتهم ثم عكفوا على قبولهم ثم طال عليهم الأمد أي فقد العلم فأنت الآن في خطف لماذا؟ للبعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثير عما كان زمن النبي عن الصلاة والسلام فعليكم سنة أي طريقة نعم نعم أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاق وهذا والله يعني حسن ماذا؟ يحسن التوحيد أي نعم وفيه وفاء لهذا الإمار أي نعم عرف له الحق وهذا حقوق قلنا متبادرة وأنه كيف هذا الرجل يدعو للتوحيد ويأتي بعض الناس ويتقصد زيارة بيت أي نعم طيب غير هذا نعم نعم لأن الأصنام قد توجد وقد لا توجد والقبور في كل مكان فتح الله عليك نعم أنقسم الناس تجاه الصالحين للطائفين وصف كيف نعرف الوصف بل ننظر إلى مكان عليه السلام الصالح رضو الله عليه كيف كانوا يتعاملوا مع العلماء لأن مر آك اليوم يأتي هذا الأخ ويقبل رأس العالم حتى يعني يكون له شيء من العالم ثم بعد فترة يأتي هذا ويقبل إليه فترة يركب وفترة يسجل نعم الأمور تبدع فيما تراها يسير صوروا تماثيل ما صرعوا شيء عكفوا على قبوله طال عليهم الأمن فعبدت من دون إله اي نعم وقلنا هناك فرق بين أمة أهل السنة والجماعة وبين أمة الظلام الأمة أهل السنة لا يردون هذه الأشياء من التقبيل وغير أما هؤلاء يمشي الواحد منهم ويضع عليها كال يكون قبل اي نعم قلتم كرؤون علينا تقبيل الأيدي والأرجل تنكرون علينا سبحان الله كيف تنكر علينا دعوا الناس دعوا الناس يعظمون أنا وكذا هم يقول هذا نعم نسأل الله هداء لنا الله طيب غير هذا نعم ألا نسر بشيء ألا نسر بشيء من العبادة في القبور نعم لا يمكن أن يأتي بأي شيء من العبادة عند القبور إلا ما ورد من الزيارة الشرعين فقراءة القرآن والاستغفاء وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة ولو نافلة نعم ومثلا نقول مثلا اليوم قدر إن شاء الله الدرس عند القبور صحيح نعم هل صمع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا وما ورد في حديث البراء نعازل رضي الله عنه في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعرهم عند القبور في الحديث أن نبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحق يعني لم يحفظ القبور فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عالض ولا دائم العالض صحيح أما الدائم لا يصح مفهوم نعم طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار يبقى معنا إشكال كان زمن الشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله وهذا يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ألف لأمين أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمن أهم لا أفتد ظهر هنا أو ناس في زمن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله يقولوا أن الشرك لا يقع في الأمة أبد في كل الأمة ما يمكن يقع وهذا الذي تراه من عبادة وطواب حول القبور تجاء والذبح للصالحين والأهل القبور هذا ليس بشكل وبعض الآخر قال أن الشرك يقع في الأمة لكن خارج الجزيرة عربية فالجزيرة لا يقع الشرك فالشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله رحمه الله رد عليهم بباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعود الأوثار فالشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله رد عليهم بالباب نريد أن نفصل هذا الرد تفسير هذا الرد الله أعلم الآن احتج هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان أيسا أن يعبدهم مصلون في جزيرة العرب طيب أخوانا هناك فائدة ذكرها الإمام محمد بن عبدالهاب رحمه الله تعالى فائدة قيمة تستطيع بهذه الفائدة أن ترد على أكثر الشبه التي يأتي بهذا الشرح في زمان يقول رحمه الله في كشف الشبهات أن الرد على أهل الباطل يكون من طريقه يكون من طريقه طريق مجمل وطريق مفسر طريق مجمل وطريق مفسر الطريق المجمل هذا يقول يعرف حتى العامل من أهل السنة لكن هو يقصد العامل الذي يعرف معتقد أهل السنة والجماعة أي نعم ويعرف أصول أهل السنة والجماعة فيقول العامل من أهل السنة يغلب ألف من هؤلاء نعم وإن جندنا له الغالب فكيف يكون الرد المجمل والرد المفصل يقول إذا قال لك كما مرت معنا هذه المسألة إذا قال لك المبطل أجمعت الأمة على جواز دهن الصالحين في المساجد وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المساجد والأمة عرفت هذا من قرون كيف تجيب هذا تجيبه من طريقه مجمل ومفصل تقول هذا الكلام الذي تذكر من الإجماع وما عليه الناس وكذا أنا لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقل وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشامل وتترك المحكم الله سبحانه وتعالى قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين اتبعونه ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم وأنا لابد أحذر منك هذا رد مجمل يعرف كل أحد ويقول أنا عند نصص محكمة وهي عدم جواز لذنى الصالحين في المساجد لعن الله ليوذن النصارة تخذ قرأ بيام مساجد وغير هذا من الأدلة يقول عند نصص محكمة واضح بينا وهذا النص متشامل هذا رد مجمل يعرف كل أحد يقول كل أحد يعرف أصوله من السنة والجماعة أما الرد المفصل تقدم معه أن الدعلي جمع كذي والنبي صلى الله عليه وسلم هو البنى المسجد وبنيه في حياتي عليه الصلاة والسلام أوقف وبعد هذا نخليك أولي ثلاث دقائق وبعدها نجيز عد لنفسك ثلاث دقائق بعد هذا تعب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من هذا الباب أنه ينام الطلب فاخترح على الشيخ اخترح على الشيخ أن يعني يأتو بهذا مسدس ما أي فكان يجلس الشيخ على الكرسي ويضع مسدس هنا والذي ينام يأخذ الشيخ طيب أجلس يأتيك البعض ويقول مثلا يصح الحليف برأي الله وعندي حديث في صحيح مسلم تقول ما هو هذا الحديث أعوذ بالله تقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشاب وتترك المحكم وعندنا نصوص وعندنا نصوص محكمة بينا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرب وهذا الحديث وإن كان في مسلم أو كذا أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقل وأنت من الذين سمى الله لنا لا بد أن نحذر منك من فوق لأن البعض مجرد ما يذكر هذا الشبهة قال هات هات الشبهة أعطينا سبحان الله هل هذا الكلام يذكر العمة في مؤلفاته لا طيب وعلى هذا تمشي على ما سيأتي معنا في جواز التسمي بعبد المطلب هل يصح التسمي بعبد المطلب أم لا المسألة هذه فيها قولة قول بجواز التسمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي أولا كذبا أبنى عبد المطلب لا أعرف هذا الجهة فيها شكال تبين تبين تبيني هنا طيب ف لو قال يصح التسمي بعبد المطلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي أولا كذب أبنى عبد المطلب نقول عندنا رد مجمل وهو أنه لا يصح التعبيد إلا لله صحيح نعم هذا رد مجمل والنبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء بعض الصحابة العبد الشمس وعبد الكعبة غير أسمائهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا نصص محكمة أنت تتبع المتشابه هذا رد مجمل رد مفصل مفصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي شيء عرف به لو قال أنا النبي أولا كذب أنا أبنى عبد الله ما أعرفه أحد ثم أن عبد المطلب في الحقيقة ليس باسم هو لقب والعبودية هنا عبودية لك عبد المطلب اسمه شهدة الحمد أي نعم وهذا لقب له ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عبد المطلب أيضا حكى عبد منا هل قال أحد العلماء بجواسس تسمي بعبد المنافل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بعبد المطلب أو أقرع لهذه التسمية لا فأخواننا لابد أن أتنبه لهذه الأمور وبعض الطلاب هدان الله إياه يبحث عن هذه الأمور المتشابه وأتي بها يا خطرك هذا ما بقي من علم أن تبحث في المتشابه تقع في الزنغ رسال الله السلام العافظ انتبهوا من هذا هذه الأمور ولذلك تجد لأمه يعني والله الخير والنفع في كتب هؤلاء علم فقه وكله أحياني أذكر لك بعض الأمور الخلافية وكله لكن ما يذكر لك الشبه لأن الشبه خطاه إذا وقعت في القلب قد لا تخرج وتتعب حاتك كاملة نعم البدع البدع أول ما ظهرت ظهر بدعة القدرية وبدعة الخوالج ثم ما تكلم أحد في ذات الله بدأت البدع تزداد تزداد حتى جاء من تكلم في الأسماء والصفات إيه نعم شيء فشيء تظهر البدع ما تظهر مرة واحدة فالحذر الحذر من هذه الأمور ماذا تصنع تفتاح ترح غيرك وتعكف على كتب الأم الغرض من الدورة هذا غرض من الدورة هذا أن تعكف على كتب الأم الأم حتى كتب بعض المتأخرين تتركها تعكف على كتب الأم إذا تأتي منها لا تحتاج كتب متأخرين والله هذا الأخ عكف على كتب شيخ الإسلام دراسة وحين إيش يقول شيخ الإسلام ثاني صدق صحيح نعم فلو كان لديه إشكال في كتب شيخ الإسلام يأتي وأسأل العلماء قال أنا ما أستطيع أفهم كلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام صحيح نقول أي كتاب تقرأ لشيخ الإسلام قال منهج السنة النبوية ودرع تعارض العقل والنقل والردع المنطقيين يقول يا أخي اقرأ كتب شيخ الإسلام السهلة كالواسطية مثلا قال حتى الواسطية عندي فيها أشكال صعبة سهل جدا قال لا بد أن تأتي بترجمه رجل يترجم لك كلام شيخ الإسلام كأنه شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية كما الآن المترجم عندنا نزال الله خير ما نترجم ابن القيم تدرس كتب ابن القيم يوصلك إلى شيخ الإسلام قال حتى كتب ابن القيم عندي فيها أشكال سهل جدا أرجع العلماء قال ترجع تنزل إلى الشيخ بن العثيم رحمه الله تعالى يوصلك ابن القيم يوصلك شيخ لا تنزل أكثر أشكال لو نزلت أكثر لا تنزل يكفي إلى هنا والله أخوان لو عكفنا على كتب السلم الآن أضرب لكم مثال تسمع الشيخ الألباني الشيخ بن باز الشيخ بن العثيم رحمه الله الجميع دائما يقول قال الشيخ الإسلام قال ابن القيم قال الإمام أحمد قال مالك رحمه الله الجميع ما في علماء إلا هؤلاء فيه لكن عرفوا أن طريق طلب العلم عن طريق هؤلاء الله سبحانه وتعالى وضع لهؤلاء وقبل في الأرض وهم في الأصل أخذوا من الكتاب والسنة معصومين لا لكن أسهل طريق هذا هو مفهوم والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر